أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي إطرى تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين ناتجة إطلاق مقدوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة أسمارة وأدف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية للكشف عن مصدر وطبيعة المقدوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستقبل المستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث هذا وعلم لدى السلطات المحلية بإقليم سمارة أن أربعة انفجارات وقعت ليلة السبت الأحد بمدينة سمارة أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين اتنان منهم في حالة خطيرة وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت حي لزاب وحي السلام والحي الصناعي انفجاران مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافة الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون وأدف المصدر نفسه أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافة الأولية في عين المكان مشيرا إلى تسجيل أدرار مادية على مستوى منزلين وتبع المصدر أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات